كاية ان الفراخ بتتحقن هرمونات والهرمونات دي بتأثر علينا وكلام ده غير حقيقي لان يعني احنا لما بناكل لو حتى هم حقنوها هرمونات احنا لما بناكلها بتبقى خلاص استوت وما بتؤثرش علينا جسمانيا كان زماننا كلنا عندنا مشاكل فضيع لا ده مش حقيقي لكن بقية الحاجات اللي قلتيها الفعلا التخن بيؤثر التدخين بيؤثر التدخين بالذات بيؤثر جدا الجنك فود الأكل الدسمة ما هو ده بيؤدي إلى زيادة الوزن الرياضة العنيفة يعني السيدات اللي هما بطلات في الرياضة بيبقى عندهم مشكلة كل العوامل ديت وطبعا فيه عوامل ورصية وفيه امراض يعني فيه ممكن الامراض في الغضة الدرقية السكر لو هو مش منتظم حاجات في الغضة القذرية اللي هي الغضة اللي فوق الكلية كل ديت ممكن حاجات تؤثر على التبويض ومش عارف اذا كنت قلت ولا لقا حاجات جينية كمان ورصة بسبب الورصة يا اما ممكن تكون ورصية او ممكن تكون حصلت للجنين ده يعني ممكن مش لازم يكون حاجة ورصية حاجة قصدي في الجينات تكون ورصية ممكن البيبي ده نفسه من غير حاجة في امه وابوه يطلع عنده مشكلة في جيناته شكرا